عسلي ومرحبكم من الناس الكل في قناة وزع في الحلقة الرياض بش نحكيه على انتصار نادي ريا مدريد خمسة ثنين على سلطة فيغو انتصار مهم لريا مدريد قبل بداية الدورة بتاع الهر اللي ربع ضد الانتر بشير عبر ريا مدريد انتصار مهم طوى في الدورة ريتس لطة فيغو المقابلة كانت صعيبة ما كانتش سهلة برجة الرياض خلص نخيل الشرط الاول نراكول في الشرط الاول وفايدنت النتيجة ثنين واحد لسلطة فيغو ولكن وبعد شوث ثاني ريا مدريد نجح في تسجيل اربع اهداف اليوم ايدي جاي يتقدموا فينيسيوس بن زيما الليعبين هدومهم من نجوم المقابلة بصراحة من لش نختار منهم تكون هو رجل المقابل الاول زور عجبوني في مقررية وزوز قدموا مستويات جيدة فينيسيوس بن زيما برش العيبين اخرين من جايب ريا مدريد اليوم كان ايديهم جيد على ذاك المدريج مثال نقول وزارة فالفيردي ايدي بتاعه كان جيد بصراحة الشوثين تحسن الهي بشكل كبير ولكن الاستفاهمات اليوم على ايديه الدفاع الريا مدريد خرستان انك بشتواجه فرق اقوى من سلتافيغو سلتافيغو موشكة الفريق القوي برشة هجومية مبلغ من عنده وعناصر بها كما يرغو اسباس مثلا لعب ماهيري ولعب عنده القدرة الهجومية الكبيرة بشان يمساج الاهداف ولكنه مستجل اهداف اليوم ولكنه قدم مستويات جيدة معناصر اقوى من سلتافيغو موشكة الفريق قوي برشة هجومية الريال يجب مسلح شوية الدفاع متاعه خاصة انه قادم على الموجهات قوية في الشامبيونزيك خاصة وننسى وشهد مقابلات البطولة بتكون صعيبة للريال اذا كانت وصل لمشاكل دفاع ايارية باش كون مشكلة الريا مدريد باش انه يحقق اللقب هذا الموسم ولكن اليوم ماريته كما اقول لكم الاداة الهجومية كما متاز والاداة الهجومية هو الاداة الهجومية يجب ان تصلح وخاصة انه ضد الانتر معنى مقابلة صعيبة ضد الانتر فالسانسيرو يجب ان تصلح المشاكل الريا قبل مقابلة الانتر في المقابلة الريا الحاجة الملفة تقلق اللاعب فينيسيوس تقلق برنزيمة اللقب تعودين عليه في مقابلة السرقة ولكن فينيسيوس كان بصراحة جيب برشة انتقادات خاصة للموسم الماضي من جماهيريا مدريد ولكن الموسم الريا بده بداية كبيرة فينيسيوس في رد ليفانت سجل هدفين واليوم يسجل هدف ويجيب رد جازي معنى اللاعب الريا قاعد يعمل في بداية كبيرة في الليجة الموسم الريا هذه حاجة به بصفة الهوة انه بسراحة كان انتقادات اللي جاته اليوم جاوب عليها بشكل برشة في الموسم الريا وكان احتفال مع الجمهور برشة احتفال الريا برشة مع الجمهور كبات وسط الجمهور بعد هداف يسجل اليوم معنى اذا كان اجري ما اقول لكم فينيسيوس اللاعب الريا تنقص شوي ثيقة ولكنه اليوم عطاء مضوط به وبدأ يسترجع في امكانياتنا ديما نقول لكم حتى قبل حتى عام نيرو قليل فينيسيوس كان كاللاعب الكيرثي وضيئة بس وكورات قدام المرمى ديما نقول لكم الموهبة موزودة الموهبة موزودة لذا اللاعب ولكن اللاعب هذه تنقص شوية كالخبرة في اتخاذ القرار ديما عنده شوية مشكلة في اتخاذ القرار مرات يجي قدام الجول يقول زي ما نسدد زي ما نعتي تمريره معناه مرات ديما يرتبق قدام المرمى وما يعرفش يعطي تمهيره او يستدد او مرات يراوغه معناه بساعات تكون الفرصة يجب ما يستدده هو يعطي فاس قبل او مرات يجي مراوغة يجب التعمل للمراوغة ما يعملهاش الوقت لي ما يجبش التعمل يعمل هذيك فازات لي كانت معناه قبل ولكن موقت لكم ما هو موجودة من قبل لكن فينيسيوس الموصميرية التارب بشكل كبير في اتخاذ القرار خاصة في لقت هدف انها ممتاز عاملو فينسيوس في لقت هدف لسجل اليومه وضبت جزائي لجيبه على المستويات جيدة اليومه وكان يستحق احد الهجوم هذي المقارب بالنسبة لستافيغو اليومه ستافيغو بسراحة فريق ممتاز من ناحية الهجومية اليومه ما كانش كالفريق اللي يجي يدف فقط اليومه بلاعب الفريق هو كان يقدم هجوميه اليومه وقالوق دفاع يا مدريد ولاحظن بعض المشاكل في قلوب دفاعه من ناحية الدفاعية من ناحية الوزوميين اليوم عمل صلتراج البنزيمة ما كان حد كرة في الشيبات ميجيل عمز اسيست هدف ولكن ميجيل كان سيئة دفاعية وكان هو المتسبب بمباشر في الهدف الاول يسجل تبريغو فيه وقت مبكر معناها نقول لكم معناها ميجيل نقشو خبرة خطأ متعقلة خبرة اللاعب لعب عونه عشرين سناء لاعب موارس بتعاود يشارك في مقابلت باع ريال مدريد ميجيل يخطف في اول خطواته مع نيد الملكي معناها اخطاء بداية قام بها اليوم يجب ان نخلل اللقطة هدف الاول يجب ان نتصلح من جنب الى اللاعب منعفو بيا مدريد ما عندوش كالمعاور الكبير معناها ميندي هو راهير ايصر وشوية الابة مرات الابة ومرات مندي منعفو ميجيل ما نعفوش تشكيل ثابت مع الشيوتي او هل سيعتمد على الابة كراهير ايصر ام هو قلوب دفاعك يرجع على الابة من اسابة ميندي زيادا في الابت كيف يرجع من اسابة هل سيعتمد على ميندي كراهير ايصر ايصر الابة تبقى مجهولة ميجيل ما زل ما رجعش ميندي ولا من اسابة منعفوش تشكيل ثابت اللي عيش هستعمد عليه المدارب ارشيوتي تلت هل الموسم اذا نحكيه وطاعة تشكيل الانزل به المدارب ارشيوتي في المقابلة واللي كان يوم في شكل اربعة تلت ثلثة بالاعتماد على كورتو كحاسبرما كقلب ايدي فعلا ننقاهم ميليتار و ناتشو عالمين ننقاهم وجود اللعب كارفا خال علي سار ننقاهم ميجال اليوم في وفل ميدان كازيمير و مودريتش عوضت مودريتش من إسراب و هرين مهم برشا اليوم و قدموا استويات جيدة اللعب مودريتش ذهب للف BAR Boys Redadiه عالم كله الناس الوض و في الهجوم ننقاهم بنزيما وفينيسيوس و نلقاهم مع لمقاه اللعب هزار ليوما لحظى اليوم موجود eruميزيوس و هزار لي اجل ه يوسر و اللكان يوم مضربها أشيروطة كان متعبلا مع لاعبين الزوز و كان لممتاز لاعبين الزوز ف ف tournaicLEar اليوم تركزوا اللعب Halo let 아�ctor determ 분ي Berardiه ع possible بعد اللاهرة في فالفيردي و يمشي علي الجииه الأهم لاعب الرسجري توجدوا علي الجيه اليسر بالرغم اللي هو تشكيلي كان 4-3 على الوراق كان 4-3 اليوم ولكن قد تشاهده فينيسويس يجي على جهة الوسرى ويسي عنده من جهة اخرى لعب هزار ومع ابن زيما اليوم الجهة الوسرى يوما كانت تفعال بشكل كبير اللي فيه فينيسويس بن زيما هو هزار اليوم قد بمستويات جدا في ذايا اليوم هزار استرجع بشكل كبير مستوياته اليوم المعهودة من يقبل نحكيه احنا نجم نقوله اللي رجع 20% من تشيلسي من هزار بتاع تشيلسي من نحكيينا هزار كمستويات جيد اليوم وكان معناها في اغلب حين المقابلة يعطي حلو هجومية اضافية للمدريد اذا اليوم جاء فالفردي كيف حبيدناك فالفردي بشكل خاص اليوم فالفردي اليوم زياد مستويات جيد سواء في التقدم في روس الميدان قطع المسافات الطويلة والهجمات المتدرة للمدريد اكت التاميرات اللي اعطيها معناه اللاعب اريد قدم مستويات جيدة اليوم ولكن بصراحة اللاعب اريد خايف عليه من حاجة انه عود كروس ربما تؤثر عليه ببرشة لان النافذة المحبرة هي كازيميرو وكروس ومدريتش ولكن مع عود كروس ربما يتأثر حضور فالفردي معناها كروس وفالفردي ربما ارشيوتي يتساور انه يخير كروس على فالفردي مين ممكن نعتمد على فالفردي كجنح اي من كيمالينه في بعض المقابلات الموسم الوقات سابقة ولكن بصراحة خايف على فالفردي من عود كروس لانه يرجع كروس للمستوياته ويرجع كليعب اسميدان مع مودريتش وكازيميرو ومعناها مشاكل فالفردي بشانه يلقى مكان كاساسي معاني دي رمض بيد مشكلة فالفردي معناها انه جايب على عيبين بيقيم مودريتش وكازيميرو وكروس كروس لميدان هل نعلم به يليس ستريند بنسبة رفع مكبير المقابلات المقابلات يبدأ بسياري المثالي للجمه سلتا فيغو سلتا فيغو تعمد على خطة 32 دقيقة اليوم السياري المثالي الى سلتا فيغو أنو قام برحال هدف أول ثلاث تقايف بعد الآخر تدقائق هدف أول جيش سلتا فيغو لحظة سلتا فيغو اليوم فريق جريء من ناحية الهجومية يعتمد على الضغط العالي في منتصف نادي رياما دريد رياما دريد تلقى بعض من الشكل في خروج بالكورة اليوم خاصة من اللاعب ميجيل ميجيل ضيع كورة من اللاور وكازي ميرو كالتاكل اللي عمله غارك اليوم كازي ميرو ايدامه كان سيئة اليوم كان نحكي وحنا الاداية السريم بتاع بعض اللاعبين كازي ميرو مثل اليوم كان الاداية بتاعه سيئ وكان فاشل في التغطية على وصف ميدان خاصة ونجم قولة الهدف ما يتحملش فيه مسؤولية بشكل كبير كازي ميرو يتحملها اللاعب ميجيل على كل فاس اللغات اللي عمله ولكن من جيو خلال اليوم كازي ميرو كايداع بشكل عام أخطر هدف نحكي احنا كايداع بشكل عام كازي ميرو اليوم الموستر ومتاعه كان سيئة اليوم هدف اول جاء على طريق سلتا فيو وقامتكم في اول مقابلة وببعض رياما دريد تلقى بعض المشاكل في ماشي خرج بالكورة خاصة ولكن رينا بعض الحاجات الهجمية في المقابلة دريد ويقول بالتفصيل نحكي احنا على رياما ديد تفاشي نتقلم دفاع الوجو نحكيه رياما ديد ينجح في الوصول الوجو في بعض الحيان رياما ديد ملكاش كان المشكلة كبيرة بش يخش بالكورة ما دفاع الوجو صحيح سلتا فيو مراتك الضغط اللي هي عالية عليها يبعث شوية حسابية تنديه ملكي ولكن ببعض الحيان رياما ديد نجح في الخش بالكورة وخلي سلتا فيو يترجع الدفاع ويشكل خط ال4 و2 سلتا فيو يترجع الدفاع يلعب خط ال4 و2 سلتا فيو يترجع الدفاع يلعب خط ال4 و2 النار امريد وطلا لحظنا عملية وزمية ومتازة يبني فيها اليوم في المقرارية سواء من ثوناية فنشوه هزار لحظنا ديما هزار لاعب متحرر اليوم متحرر هزار متحرر برشا من جهة الوصر اليوم هزارت ويت برشا يوص الميدان وبيانت الخطوط ريل حاجة البهي ريل حاجة استنيتها من زيدان عالناول هزار متحرر يدخل الوص الميدان يعمل مراوغات متاع ويتميرات هذه هي قوة هزار في تلسي قبل ولكن مع زيدان زيدان ما يطلب منه تعليمات واضحة انه يكون على جهة الوصر للمعنى اللعب الريد ما يكون على جهة الوصر يقدمت مستويات جيدة لعب الزار وما هزار ينجمي الوصر كاملة وما عنده السرعة يزمو لاعب عنده السرعة هزار مش لاعب عنده سرعة بشكل كبير لاعب مراوغ هزار ينجمو لاعب عنده في لعب العظمي الممتازه خليه له حرية خليه لحرية خليه لحرية ويدخل الوصر لاعب الزيرة خل جزار حر عجلا يسرى يدخل الوصر الميدان فى نشف عجلا يسرى بما انه في نشف عنده سرعة يستقبل تمرارات من بنزيمة قبل البنزيمة وازلناها في عبور الدور الكبير يقوم به في التمرارات والعودة واخذ الصندوق هذي كن الريوناني يجيب الريامادرين و كان للمستوى جيد خاصة معناها برغم من انو ريامادرين في شبه الاول من كمانا بليات قوي برشة ولكن في شبه الاول كيف في الائدة كان جاي بريامادرين فالفيرد الذي لا يخرجه اليومنا بشكل كبير بما انه اسمه كما قلت لكم هزار كان هناك جهة اليسر اليومه فالفيرد يخرج يخرجه اليومنا اليوم في المقابلة الريان ومدريتش كان يعمل من دور كبير في توزيع اللعب على المين وعاليسار ضيارة ديت كان يتقدم تدريجيا يعني مدعى شوية توزيعات مرات عن طريقة لعب كرباخال او اللعب ميغيل مغادي كان ميغيل من ناحية الوزومية ومكان السيئة وكان عمل اسيس في شهر الثاني ولكن اكيدنا عن ناحية الدفاعية التي كان سيئة اليوم هناك على الشهر الأول كيبا أقول لكم نحن مدريت مكان السيئة في بلدة درجة كبيرة بلغم اللي هو اختارش خاسر 2-1 ولكن ان شرط الأول كان السيئة من ناحية الهجومية ولكن من ناحية الدفاعية كان اداسية وهاندي ما يقول لكم ي ريناي أضيي قاعدة من ديماكل هيكم وكان ي попробуйте صحيح برحلة unsuccess للخواة ولكن يبدأ فريق فريق عام للهجوم به ويض osoح قادر على أطاء الهجومي كان يعمل الاخر فرص معناها كتوزيعات واللعب الهجوم الكليجي كبير من جيب الريامردين اذا اليوم ما نحكيه عن شرط ثانية نحكيه عن شرط ثانية وينتحولت المقارب بشكل كبير شرط اول ثانية وياحد هدف مجال بريامردين يجيه عن طريق اللعب برنزيمة ومبعد رينا هدف ثاني يجي عن طريق نادي سلتافيغو هذه الحظة بعد خلال الدفاع خلال دفاعي اللي ينفيه الثاني يوم يجيه من سلتافيغو سلتافيغو اليوم عестоي سانية قرارن ستكتشف PEAW سلتافيغو كالنتقام الهجوم بتراني سرعة انتقام الهجوم تطير بتنسيف سلتافيغو وقت يتقام الكرة لمتطيئي إخسر الكرة سلتافيغو كالرchildren حと思います وك هنا ميجيل كان مرجح للدفاع وقت اللي يعمل سلتافيغو هجم المتدى وهنا هدف الجهة نتلقش الجهة اليمين اللي كان الجهة المفروض ان يكون فيها اللعب ميجيل ولكن ميجيل كان غائب اليوم خطأ مشترك من ناتشو اللي قدم وحبي حاصل لعب اسبارس ولكن ما كانش تقدر على عملية ذية وخلى الجهة اليمين فيرا وخلى وسط ملعب فيرا معنا ناتشو والنلاحظ هو اللي زادة تفكيف ميجيل خلى الجهة اليسرى فيرا بتاعه هو فتقدم جهة عبي سلتافيغو كانوا سجلوا هدف الثاني وهنا لاحظنا بعض مشاكل الدفاعية يجب ان تتسلح خاصة ضد ندي الانتر في الشامبيونزليك المقابلة التي تلعب لها الاربع اذا نحن على الشوط الثاني الشوط الثاني لاحظنا ندي الريامدريد بنفس الأسلوب اللي لعب في الشوط الأول ولكن لاحظنا الشوط الثاني يتحل بك التوزيع انتها ميجيل توزيع انتها ميجيل جبت هدف تعاد لريامدريد ومن بعد الدائس الريامدريد يخل ثق بشكل كبير وندي زي تبريغو تهزز بشكل واضح بعد هدف يسجل اللعب ميجيل بعد ذلك الباس المتاع بنزيمة اللي خرجوا بها وجهة الواجهة هو اللاعب في نيشوث ينجح في استراتيجه هدف ثالث لريامدريد وهدف ثلاثة يجي عن طريق اللعب كما فينجا وهدف الثاني اليوم يجي عن طريق اللعب كما فينجا ومهم جدا هذا اللعب انه سجل هدف اليوم اللعب كما فينجا ينتبو ريامدريد في استيقاف اخر من هم المركات والميجيل تتبوه على هذا اللعب اللعب هدف اليوم في اول مقابلة لريامدريد يسجل هدف فمش مأحنا من هذه البداية هدف اول في اول مقابلة لريامدريد نزل كباديل وسجل بعض موضع تقريبا عقل من 10 دقائق على دخوله للملعب بداية جيدة جدد من وعده اللعب كما فينجا مقوش هدف بضع جدا معنى هو هدف في غولفيرا ولكن معنى وين هدف ممتجل لسجل اللعب كما فينجا معنى وين نحكينا لانه يتسجل هدف مع اول مقابلة لريامدريد حاجة به برشا والليعب الريموش ينسى هدف ريالي يسجله اول هدف يسجله مع نيدي لريامدريد ومسيزه نحو الاحترافية اللعب الريام المتاصلين مازال عنده مشوار طويل ملعطة مع نيدي لريامدريد اذا البعض الداف في قناة مسيجين عن طريقة اللعب اولا وغاية اعمال فاوز يامدريد مع برشا مدريد وين هو صرب رأيس فاوز يامدريد مع برشا لاعبين ومجاب الريام مدريد كانوا قدم استوياته رائعة بن زيما يسجله هدف اليوم في المقابلية ويدعم روحه في سرطة هدفين تعليقه اذا ريالي عام بشاكيوة المقابلية مبروك جمهير يا مدريد انتصار مستحق اليوم جاب الريامدريد راكو انه يدير تلكم الريام نتصل اليوم على نيجة اسبانيول 2-1 وبالتالي معناها اسبانيول ورية مدريد يتشاركوا الصدار اليوم ولكن تحب يتنكي على مشكلة بسيطة في ماتش هاتل تيكو مدريد واسبانيول انو الحكام زيد 10 دقائق يعني الحكام زيد 10 دقائق بعد دقائق 90 وبالتالي هاتل تيكو مدريد سجل هدف دقائق 90. الحكام لا تشوق برشة مرات منها كلمرة تشربوا فيها اللاعبين الماء ومرة اخر تشوفوا الفارل الحكام ولكن بسراحة ما يبرش عشر دقائق كاملة عشر دقائق بفضل هاتل تيكو مدريد من تجيل هدف ثاني دقائق اسبانيول ويكون هاتل تصدد لليقة معاريا مدريد في المستقرية وفي انتظار مقابلت برشوه هاتل تأجلة برمالهم ستشبيلية برشوهنا عنده سبع نقاط انذا كان يفوص مقابلتهم متأجلة باش يكون حتى هو بنفس عدة نقاط معاريا مدريد واتل تيكو مدريد اذا انا نكون قمنا حلقة قريمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة